اشتركوا في القناة وقر على بقاء عبدالواحد السيد في منصبه مديراً للكرة بعد انتهاء الخلافات بينه وبين أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وفي الوقت الحالي عبدالواحد السيد في طريقه لمعسكر الفريق بالأسكندرية لاستكمال مهام عمله الجهاز الإداري للفريق أعلن عن وصول البطاقة الدولية للمغربي محمود بن تيك ظهير أيصر الفريق اليوم الاثنين وأصبح يحق للعب المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي مصدر مقرب من الجهاز الفني أكد أن جوزي جوميز قد أبلغ إدارة ابن نادي برغبته في استمرار عبدالواحد السيد في منصب مدير الكرة مشيراً لأهمية الدور التي يلعبه في إدارة شؤون الفريق من المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام الشرطة الكيني في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة الكنفدرالية الإفريقية يوم 14 سبتمبر المقبل الثاعة الثالثة عصراً في كينيا بينما العودة يوم 20 سبتمبر الساعة التاسعة مساء في استاد القاهرة الدولي خالد الغندور عن صفقات الأهل الجديدة وصفها بالأقوى أشرف دار يمتلك خبرة كبيرة في البطولات الكبرى مثل كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم والمغربية يحيى عطية الله تألق في صفوف الوداد والمنتخب المغربي في كأس العالم وأكد أن عطية الله يمتلك إمكانيات فنية عالية وقدر على تقديم الإضافة للفريق الأهلي أما الصفقة الثالثة فهي ضم الموهبة الشاب عمر الساعي من الدور المصري مقابل مبلغ كبير وهذه الصفقة تؤكد رهبة الأهلي في بناء فريق قوي قادر على المنافسة على جميع الألقاب انتقد خالد الغندور بقاء زيزو في صفوف الزمالك بدون إعلان التجديد معه ليس إنجازاً كبيراً نظراً لوجود عقد يربط اللاعب بالنادي وانتقد صفقة ضم المغربي محمود بن تيج معارباً عن استغرابه من هذا الاختيار وصفقة الرخيصة وغير مضافة للفريق مؤكداً أنه كان يفضل التعاقد مع جونسان لاعب مودرن سبورت بالتأكيد الأهلي يسعى لبناء فريق قوي قادر على المنافسة على جميع الألقاب بينما الزمالك يبحث عن صفقات رخيصة دون النظر إلى الإضافة الفنية التي يمكن أن تقدمها هذه الصفقات أكد عبدالواحد السيد أنه تربطه علاقة وطيدة بين الكابتن أحمد سليمان وشدد على أنه لا توجد أي خلافات بينهما موضحاً أنه يكن للكابتن أحمد سليمان كل التقدير والإحترام لسيما وأنه كان مدربه في منتخب نصر منذ أكتر من عشر سنوات وأضاف أن مصلحة الزمالك هي الأهم للجميع مشيراً إلى أنه يكن كل الإحترام والتقدير لمجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب وأوضح مدير الكرة أن الفريق مقبل على مرحلة مهمة وبطولات قوية ولا بد من تكاتف جميع الجهود من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة وحصة البطولات في الموسم الجديد سيف الدين الجزيري عبر إنستجرام شكراً مجلس إدارة نادي الزمالك المحترمين شكراً أستاذ حازم فتوح والأستاذ إبراهيم عبدالله شكراً جماهير نادي الزمالك العظيمة دعمكم لي ومحبتكم كنز لا يقدر بسمن مستمرون معاً لمزيد من الإنجازات لنادي الزمالك العظيم عاش نادي الزمالك وضع الجهاز الفني برنامجاً تأهلياً خاصاً لمحمود بنتيك استعداداً لمشاركته في المباراة المقبلة ويسعى جمز من خلال هذا البرنامج إلى تجهيز بنتيك بدنياً وفنياً بشكل كامل ليكون جاهزاً للمشاركة في المباراة الهامة التي تنتظر الفريق وعلى رأسها مباراة السوبر الإفريقية أمام الأهلي ويأتي هذا البرنامج في ظل معسكر الفريق الحالي بمدينة برج العرب بالأسكندرية أعلن نادي الرائد السعودي تجديد تعاقده رسمياً مع المغربية كريم البركاوي مهاجم الفريق الذي كان قريباً من الانضمام لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية أعلنت لجنة الكرة في نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف مصار عن التعاقد مع عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى نادي إمبي لمدة ثلاثة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية أكدت تقارير صحفية اليوم الاثنين مشاركة الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري المقبلة ومن المقرر أن تقام البطولة في إمارة أبو زوي بالإمارات خلال الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر المقبل وبذلك تكون الاندية المشاركة في البطولة قد اكتملت حيث يشارك الزمالك حامل الكرت الزهبي والأهلي بصفته بطل الدوري المصري الممتاز وبرامدز بصفته بطل كأس مصر وسيراميكا كيليو بطرة بطلا لكأس الرابطة بس كده هدي كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة عن نادي الزمالك أتمنى الفقركم خفيفة على ألبكم دعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب للقناة ومتشكيني بالدارة دعمكم لو عندكم أي ملحوظة سيبوهن في التعليقات سلام ترجمة نانسي قنقر